متابعة قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبسحة وبسلام النهاردة ان شاء الله حتكلم عن أداة جديدة من جوجل اسمها جوجل ستتش هذه الأداة تم اطلقها مؤخرا وسط مجموعة من الأدوات الجديدة من جوجل هذه الأداة هي أداة بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان يصمم واجهات مواقع تلقائيا بناءا على نص انت بتكتبه يعني انت بتكتب فكرة معينة وهو بيولد لك التصميم تلقائيا ممكن بقى انت تطلب منه انه يصمم لك وبيج او بورتفولي وبيج ايا كان الحاجة اللي انت عايزها انت بتحط الفكرة هو بيديك التصميم وفيه امكانية ان انت تاخد هذا التصميم كوبي على فجمة واللي ما يعرفش فجمة فجمة هي أداة بتستخدم للتصميم من خلال المتصفح بيعتمد عليها المصممين في تصميم واجهات التطبيقات والمواقع وبتسمح لأي شخص ان هو بيشتغل على نفس المشروع في نفس الوقت بشكل عامش هنخش فيه تفاصيل تقنية للمصممين يلا بينا نبص على ستتش من جوجل ونشوف امكانياته عاملة ازاي والنمازج اللي بيستخدمها في عملية التصميم يلا بينا نتحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية على ستتش عشان نجرب ونشوف النمازج اللي بيستخدمها في عملية تصميم واجهة المواقع يلا بينا نبص على الموضلز الموجودة فيه عندي تو مودز موجودين داخل ستتش عندي ستاندرد مود وفيه الاكسبريمنتل مود الستاندرد مود ديزاين فاستر بيصمم بشكل سريع بيستخدم جيميناي 2.5 فلاش وسريع فيه عملية الإدت على الثيمز وتقدر ان انت تعمله تصدير تو فيجمة زي ما قلتلك في البداية اما بالنسبة لي الاكسبريمنتل مود فهو بيستخدم جيميناي 2.5 برو وبيستخدم الامج فور انسباريشن يلا بينا نجرب الاتنين اول حاجة حبتدي اروح على الستاندر مود وحبتدي اديله الوصف الخاص بالابليكيشن اللي انا عايزيه هنا طبعا تقدر تختار ما بين الموبايل ما بين الويب حبتدي ان انا هنا اختار الويب نفترض انت بتصمم الويب ااب او واجهة ويب ااب حبتدي ان انا احط الامر بتاعي بروح لشاجة بتاع ولو ديني امر عشان عايزة اصمم مثلا لاندينج بيج لي السبب الفلاني فهو بيبتدي يديني الانستراكشنز ببص عليها واعدل فيها زي ما انا عايزة طبقا لانا عايزة لاندينج بيج بتاعتي تكون عاملة ازاي دي لاندينج بيج بتبيع سمارت ووتشز يعني شركة بتبيع ساعات ذكية هنا حبتدي ان انا اقول له جنريت ديزاينز هو بياخد حوالي دقيقة في عملية التصميم انا جربته قبل كده في عملية التصميم خد كمان قل من دقيقة وهنا تقدر ان انت تشات على الجزء الشمال كده مع التصميم نفسه هننتظر التصميم لحد ما يخلص تقريبا خلص التصميم كمان يعني على وشك الانتهاء تم تصميم الواجهة الخاصة باللاندينج بيج اللي انا طلبتها طبعا انت تقدر تعدل في كل الكلام ده باشكال مختلفة تقدر تاخدو كوبي على فيجمة وتبتدي ان انت تعدل في الديزاين زي ما انت عايز وما بدوس على ايدت مفيش هنا امكانية للأيدت ممكن تكون هتيجي بعدين ولكن لو دست برا كده في امكانية ان انا ابص بصة كده يعني ايه اكبر شوية على السكرين تكبر شوية الخاصة بالواجهة طبعا الصورة بكسلة شوية تقدر انت تغيرها باي صورة او تغيرها طبعا بصورة الساعة الاصلية اللي انت مثلا حتبيحها لو شركة بتبيع سمارت ووتش هنا هو بيوريك التصميم نفسه حيتم الزي هنا مثلا نسي الساعة زي وصفاتها اللي هي السبسيفيكيشنز بتاعتها الكمباتيتف ايجي بتاعتها الباتري لايف عمره قد ايه هنا ده كاستمر ريفيوز والبرايسينج بتاعها ايضا فيه امكانية انت تروح تعمل ايدت ثيم وتعدل على الثيم ممكن تخليه لايت ثيم وترجع وتختار الكلر الوان التانية مثلا ونفترض سي مثلا اختار لون زي ده وهنا بالنسبة للكورنر ريديس اخليه بالشكل ده واخير الفونت تماما اخليه حاجة تانية وابتدي اقول له ابلاي ثيم هنا حيغيرلك على الثيم نفسه لكن الديزاين نفسه ممكن كمان تاخد الكود تروح لفجوال استوديو كود وتعدل عليه برحتك جدا حنشوف دلوقتي التعديل وزي ما قلتلك تقدر كمان ان انت تشات معي احنا دلوقتي بنعدل فيه الثيم تم التعديل على الثيم زي ما احنا شايفين لايت مود وغيرلي الفونت بالشكل ده كده والريديس الجزء المتعلق بالكورنرز ايضا زبطوا ممكن ارجع تاني اعمل له دارك مود ممكن اقول له ريبليس زا ايميج طبعا انت هتحطي الخاصة بالشركة نفسها انيو وان يعني ديني صورة ثانية انا بس بوريك موضوع الشات معيه قام بتغيير الووتش نفسها زي ما احنا شايفين اللي طلبتو على طول غيرهولي بالمنظر تعالا نبص بقى على المود الاخر هرجع مرة تانية كده حابة برضو اوريكم اللاندينج بيج دي كنت عملتها كنت عايزة يصمملي مودرن لاندينج بيج لونلاين كورسز بتتكلم عن او التايتل بتاح اي اي تولز فور بيجينرز وصمملي هذا التصميم زي ما قلتلك بتاخده كابيتو فيجما وممكن كمان انت تروح تعدل على الكود بتاعه يعني تروح للكود نفسه تبتدي ان احنا لو دوست عليه كده حلاقي ان انا ممكن اروح للكود اخد الكود لكن ما ينفعش تعدل على الكود نفسه هنا يعني تدوست هنا عشان تحاول تعدد كنوت edit and read only editor وبترجع مرة تانية للديزاين هرجع مرة تانية نختبر المود الاخر وهو experimental mode ونشوف application تاني هبتدي اروح احط الامر بتاعي عايزة يصممني مودرن ريسبونسيف لاندينج بيج لترافل ويبسايد اسمه واندر وورد ودي مواصفاته وهنا المرة دي اختار موبايل وفيه هنا تقدر ترفع sketch mockup visual inspiration image زي ما احنا قلنا experimental mode بيستخدم الامج للinspiration يديك كده ويحيلك مثلا فكرة معينة انت شفتها في حتة معينة فرفعت الصورة بتاعتها ويتبتدي ان انت تقول generate designs هيبتدي ياخد وقته في توليد الواجهة وهنرجع مرة تانية تم توليد الواجهة هي الخاصة بالموقع explore the world one journey at time وهنا تبتدي تضيف where to وهنا التاريخ وتبتدي ان انت تعمل search فدي المفروض الواجهة الاساسية اللي انت هتخش عليها في الموقع وهنا تقدر زي ما قلتلك تروح للكود وتقدر تاخد التصميم ده copy وتبتدي تروح على خلفجمة ويتضبط بقى التصميم بتاعك ده النهاردة يعني تجربة سريعة للستاتش من جوجل أتمنى تشاركوني رأيكم في التعليقات المرة دي بقى أحب المصممين وأيضا طبعا المبارمجين يشاركوني رأيهم في هذه الأداة هل هذه الأداة حتساعدك في عملية التصميم ولا لأ نشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو من ينسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنت من متابعين الأعزاء ولكنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته